بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله أعزاء الطلبة والطالبة الطلب الصف الثالث الإعداد إن شاء الله النهاردة هنعمل ريفيو على يونت 11 وناخد تست اليونت من كتاب المعاصر ولكن دائماً كلنا البداية مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لو جينا طبعاً نستعرض أهم الكلمات اللي عندنا في اليونت أريكت أريكت يعني يدمن وطبعاً عالفين إن أريكت بيقي مع حرف القرية بلاس ويرب بلاس آي إن جي أريكت تو تو بلاس ويرب بلاس آي إن جي لانج ديزيزيز يعني أمراض الرئي لانج ديزيزيز يعني أكتاز أو ينبيه باس أوبريشن يعني عملية جراحية عملية جراحية اللي هو التدخين يعمل بجد سكسسفل يعني نجح بدني أو جسدي يعني التربية البدنية او الرياضية يعني نفسي يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني يحاول او يقرب يعني يعرض او عرض يعني عضو اللي هي الرئتين كف يعني كحة او سعال يعني يقنع يعني مخدرة يعني يشجع يعني يؤذي او يؤلم يعني اختيار او خيار يعني مشكلة يعني يفتح جزء في الجسم او يقطع جزء من اجزاء الجسم لاجراء عملية طبعا يعني مرض يستمر يعني سيجار يعني يعتقد يعني يعتقد وبيجي مع حرف الجر يعني يقترح وطبعا لو جيه وراها الفيرب بنجيب فيه ing سجرت سجست بلاس بيرب بلاس ing سجست كوفي يعني قهوة اللي هي المشروب كوفي اللي هي البليس المكان طبعا من اهم الستركتشر عندنا اللي هو must have بلاس البيبي might have بلاس البيبي طبعا التحدث عن التأكد المثبت في الماضي بنستخدم must have بلاس البيبي بتساوي في المعنى I am nearly certain أو I am sure I am nearly certain يعني أنا متأكد تقريبا أو I am sure متأكد أما للتحدث عن احتمالية حدوث شيء في الماضي يعني I am not sure يعني غير متأكد بيستخدم might have بلاس البيبي بتساوي في الميننج I don't think أو I think not أو perhaps I don't think أو I think not أو perhaps أو maybe أو I am not sure كمان عندنا ممكن I am not sure I am not ممكن عندنا I am not sure I am not certain perhaps may be probable كل الإكسبريشن دي كلها بتعادل might have بلاس البيبي يبقى عندنا I am not sure I am not certain perhaps may be probable I don't think I think not كلهم بيساوي might have بلاس البيبي للتحدث عن توصية لعمل شيء في الماضي أو طبعا هنا ينبغي فعل شيء في الماضي أو كان ينبغي أن يفعل should have بلاس البيبي he should have got up earlier he missed the train he should كان ينبغي أن يستيقظ مبكرا هو فات الترين الكطار يبقى هنا should have بلاس البيبي في عندنا shouldn't have بلاس البيبي طبعا للتحدث عن الندم على عمل الشيء في الماضي shouldn't have بلاس البيبي شريف shouldn't have left his mobile phone on the floor كان لا ينبغي أنه يترك الموبايل فون on the floor بالنسبة للimportant language function عندنا for expressing past recommendation expressing past recommendation يعني للتعبير عن توصية في الماضي بنستخدم I think you should have tried the pizza last night for example على سبيل المثال you shouldn't have drunk so much coffee yesterday يبقى هنا past recommendation يعني تسكية أو توصية بقى بشيء أو عدم فعل الشيء في الماضي أما for explaining يعني لتوضيح a choice in the past لتوضيح التوصية في الماضي I really didn't want to eat pizza it isn't healthy I really didn't يعني أنا فعلا مش عايز تناولها it isn't healthy لأنها غير صحية ممكن نقول I wasn't interested thank you I wasn't interested thank you يعني أنا غير مهتم بيها أو متشوق لها thank you شكرا بالنسبة ل expressing regret in the past طبعا الشخص هنا يتكلم عن نفسه ونستخدم الضمير I I really shouldn't have that cigarette because طبعا أنا اللي بند عن فعل شي I did something bad يعني عملت شيء سيء and I regret for drawing it وبند على فعل I really shouldn't have done this على سبيل المثال طبعا ده من اللغويات المهمة عندنا دعنشوف التست عندنا على اليونت طبعا عندنا براغراف عن الدكشن وده موجود عندنا القناة وعندنا براغراف برد مهم عن السموك يريتني اتنين يتذكر انهم من اهم براغراف اليونت مالك قال له I can't breathe well and I cough all the time وانا بكح طول الوات ام سأل سؤال yes I am a heavy smoker you should stop smoking right now ام رد عني طبعا وال what else do you advise me to do تنصح بأيتاني قال له ok وطبعا شكرا what 's wrong with you Mr Ayman قال له I can't breathe well and I cough all the time yes I am a heavy smoker طبعا لو جينا نكون سؤال ذا ابسط حاجة ان احنا بنرحشة بين yes وبعدين بنجي على I am نحاول ل are you I am هتتحاول عندنا الى are you هتصبح السؤال are you a smoker are you a smoker قال له yes I مفروض هنا ايمن قال له مفروض اعمل ايه يبقى what should i do what what should i do يجب ان تتوقف عن التدخين الان what else do you advise me to do اي ثاني تنصحني ان انا اعمله ممكن اقول you should do exercise تمارس تمارين you should take medicine يجب ان انت تاخد الدواء يبقى ممكن يقول له you should should do exercise and take this medicine ممكن اقول له you should do exercise فقط ممكن اقول له you should take this medicine daily يعني يوميا for example او regularly بانتظام اي كلمة اقضدها سهلة بالنسبالي اكتبها you should do this you should take this medicine daily يعني بانتظام you should do exercise and take this medicine daily طبعا هنا قال له ok يعني اي ok يعني طبعا اي ok يعني بالطبع وطبعا هنا قال له اي 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 ممكن اقول له اي اي او اي will do it i will اي يبقى لو جينا نبص عندنا الدالج are you a smoker what should i do you should exercise and take this medicine daily اي اي ورد طبعا قال له ok thanks طبعا دي ابصط اجابة ممكن نقابلنا او نتعامل معاها في الامتعان بالنسبالي سؤال number two question number two situation write what would you say in each of the following situations a friend stayed up late يعني صديق صغر لوقت متأخر as he drank much coffee عشان يشرب much coffee make past recommendation يعني اعمله توصية او تسكية في الماضي اقول له اي you shouldn't have you shouldn't سمعوكم وتقوله اي بقى you shouldn't انا عايز اكتب وراءكم you shouldn't have drunk ايوه drunk much coffee you shouldn't have drunk much coffee ايجا عندنا number two you didn't want to eat بيزا لصنق مش عايز تاكل بيزا ليلة امس give a reason السبب لول اي i wasn't interested thank you i didn't want to eat بيزا it isn't healthy i the i didn't i didn't want to eat بيزا i didn't want to eat بيزا last night last night is it's unhealthy number three your friend your friend offers you a cigarette يعني صديقك اعرض عليك cigarette you don't want to be addicted طبعا مش عايز تبقى مدمن لتقوله i wasn't i wasn't i wasn't interested thank you sorry i can't i didn't want to be addicted oh it wasn't interested it طبعا عندي can't يعني معدرش it's bad for us يعني هي ضارة لنا sorry i can't it's bad for us ممكن اي اجابة في الاثنين صح يبقى number one sorry i don't want to be addicted to it او ممكن اقول له sorry i can't i can't يعني معدرش as او i can't it's as it's على طول as it's bad for us as it's bad for us sorry i can't as it's bad for us يعني هي ضارة لنا بالنسبة لي reading passage read the following then answer the questions some people become addicted to using social networking sites يعني بعض الناس بتدمن مواقع التواصل الاجتماعي at first they use them just to send the message في البداية بيستخدمها لإرسال المسج to their friends لأصدقهم and to find out what their friends are doing ويكتشفوا ماذا يفعل أصدقهم however some people need to check their social networking sites all the time في نسبة تعقب مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت if they don't check them they begin to worry بيصبح عندهم حالة قلق or feel unhappy the best way to help these people أفضل طريقة تعدهم is to suggest that they only use social media networking sites for about half an hour يعني فقط استخدمها نصف ساعة suggest that they phone their friends instead of sending them message يعني اقترح أنهم يتصلوا بأصدقهم بدل من أنهم يرسلوا لهم message encourage them to play a sport شقهم يمرسوا رياضة or make something instead of looking at their mobile phone أو يفعلوا أي شيء بدل من أنهم ينظروا للموبايل phone بالنسبة لل questions number one why do people use networking sites للناس بتستخدم networking sites لو جينا نجبها من البسج طبعا they use them to send message to their friends and to find out what their friends are doing وطبعا بنكتب على question number one إبقى عندنا question number one بدء من عندي they use them they use them to send message يعني ارسال الرسائل زي ما احنا شايفين جابت السؤال الأول they use them to send message يعني ارسال الرسائل أو بيستخدموها for to find out what their friends are doing أو أصدقان بيعملوا إيه نجا عندنا لكوشي وطبعا بتتكتب في إجابة السؤال الأول نجا عندنا number two what do you think the best way to help people who become addicted to social networking sign يعني الناس اللي بتدمن استخدام وسائل التواصل الاجتماع اللي احنا بنقتره عليهم طبعا عندنا في البسج suggest that they phone their friends يبقى دي واحدة من عند suggest instead of sending them message كمان ممكن أقول encourage them to play a sport instead of looking at their mobile phones طبعا دي كلها إجابة number two يبقى هنا suggest اقترح عليهم طبعا اقترح أن هما يتصلوا بأصدقائهم أو اقترح أن هما يمرسوا رياضة بدلا من أنهم ينظروا إلى الموبايل فون number three what does the underline where did them refer to تعالوا نشاهد them كده في الباسج بتعود على إيه at first they use them ذم دي بتعود على مين طبعا social networking sites social networking sites يعني طبعا بيتكلم عن social networking sites يبقى نقول social طبعا social networking sites يعني مواقع التواصل الاجتماع social networking sites number بالنسبة لسؤال choice choose the correct answer from a b c or d instead of means instead of the بدلا من معناها giving useful things اعطاء شيء مفيد very skillful and special يعني شيء ماهر وخاص easy to understand يعني سهل ان احنا نفهمه ولا عندنا هنا in the place of in the place of يعني بدلا من طبعا هي letter d in the place of instead معناها بدلا من number five people should use social networking sites only about three hours half an hour hours all day طبعا الباسج ذكرتها قالت ايه half an hour طبعا في الباسج ممكن نجيبها half an hour for example to suggest that يبقى the best way to help these people to suggest that the only used social networking sites for half an hour ممكن نستخدمها برضو في الاقتراحات لمساعدة هؤلاء الاشخاص يعني ممكن اجابة number two تبدأ عندنا من هذه الاجابة يعني جزء البرابرافي الاخير ده كله for suggested يعني ممكن اللي احنا استخدمناها نستخدم لي من عندي طبعا suggest that they only use social networking sites for half an hour اجابة السؤال الثاني suggest that they phone friends and all of this كل الاجابات ده كلها لاجابة السؤال number two اما بالنسبة للي عندنا the best way to help is to use it for half an hour يعني يستخدمها مدة نصف ساعة فطبعا هنا هذا number بالنسبة للسؤال القصة عندنا match the column or match column a with column b يعني نوصل لعمود الاول ببي يار لو جينا نشوف يارك ونكتب هنا number one او ننجي على one ونكتب هنا one one b c path path advise him what the town where black beauty was taken to in a train طبعا هنا bass what the town يعني المدينة which he was taken in a train number two هتبقى letter d الطبيب نصحه advise him to ride a horse to keep him healthy يبقى three هتبقى letter d letter e fletcher was mr paris heilberg يبقى fletcher was mr paris heilberg وطبعا دي هتبقى four ولي هو المساعد طبعا fletcher مساعد mr paris لي letter e بالنسبة لأسئلة القصة عندنا how do we know that york cared about ginger and beauty ازاي عرفنا ان هو بيعتني بهم طبعا he washed their washes or he helped them he helped them when they wear heart and washed their wonders with hot water a warm water طبعا ازا ما احنا شايفين he helped them when they wear heart لما كان مقروحين and wash their wonders with hot water وغسل او غسل لهم القروح بمية ساخنة او مية دافية كنون warm water warm water طيب بالنسبة لنبر two why do you think ginger began to kick so hard لجنجر بدأت ترقل مرة أخرى as the reins weren't uncomfortable as the reins weren't uncomfortable because the reins were uncomfortable لان the reins ما كانتش comfortable مريحة نجي نمبر six two remember new words is based notes i take notes i make notes do notes عندنا هنا fail feed طبعا i i make notes يبقى number one i make notes يعني باخد notes يعني ملاحظات number two people who say no bad things are spaced not weak طبعا الناس اللي بتقول لا أهل الأشياء الخطأ are strong يعني ناس قوية not weak وليست ضعيفة space your friend is to play a sport or read encourage شجعش صديقك ان يمارس رياضة او يقرأ some people become addicted to using addicted يعني مدمنين لسوشان networking sites the streets are space it must have rained yesterday the streets are wet wet يعني مبللة space aren't allowed in hospitals طبعا cigarettes السجار غير مسموح لي في المستشفات بالنسبة عندنا ليه سؤال الررايت I am sure that she was tired yesterday طبعا هنشتب من I am sure that يعني نجو عجوزة ده كله ونشيله ونبدأ ما عندنا من عند مين هنقول عندنا she she must هنحكتب وراكم she must طبعا عندنا الفعل الماضي يبقى she must she must have she must have التصريف التالت من was اللي هو been she must have been yesterday she must have been yesterday عمر is arm heart is perhaps he broke it طبعا هنن النفس القملة عمر is arm heart عمر is arm heart عمر is arm have ممكن عملها بالطرية ديتي عمر is arm heart he might have broken it أو ممكن أقول على طول عمر is arm عمر might have broken his arm عمر might have broken his arm يعني عمر ربما إنه قصر إيده it wasn't a good idea to leave someone smokes without advising him it wasn't a good idea to leave someone يعني مش فكرة كويسة إن أنت تطرق شخص يدخل بدون ما توجه لنصيحة يبقى you shouldn't have left you shouldn't have left someone smoking without advising him we shouldn't or you shouldn't have left anyone you shouldn't خل بلنا بالسنتمس اللي معنا you shouldn't have left anyone طبعا هنقول نستخدم any لأن طبعا هنستخدم not you shouldn't have left anyone smoking without advising him without advising without advising him again sentence you shouldn't have left anyone you shouldn't have left anyone smoking without advising him بدون نصحة طبعا ان شاء الله نحل له او هو موجود ما عندنا اصلا على القناة بالنسبة للباراغراف المهم عندنا من المنهج اللي هو الادمان وده موجود على القناة ممكن نكتب فقط ونكتب دير طبعا لو جينا نكتب تو من يقول لي يبقى تو هنا مين اللي هو ياسر يبقى طبعا نكتب ياسر بعد كده نمبر تو عندنا فروم هيبقى اللي هو الاميل او الادرس بتاعي بتاع المرسل طبعا يور ايميل از عالي يبقى هنا عالي وبعدين السوبجيكت الموضوع نكتب نفس الموضوع عندنا اللي بعد ابوت سوبجيكت طبعا بيقولينا هنا السوبجيكت you try to help a friend give up addiction يبقى giving up addiction الاقلاع عن الادمان giving up addiction او ممكن اقول addiction وبعدين نبدأ بدير وطبعا اسم الشخص اللي انا ببعته الاميل اللي هو مين ياسر طبعا بيبقى كابتة الخلاص نبدأ بمقدمة الاميل طبعا كلنا حافظين المقدمة اللي بنحط فيها الاميل بتاعنا اللي هي مينها I am happy to send you this email how are you and your family I am happy to send you this email how are you and your family ونبدأ نكتب عد موضوع الادمان طبعا بالنسبة للموضوع الادمان موجود عندنا على القناة ممكن نجيب الموضوع كله ونكتبه وبالنسبة لخاتمة يعني بعد ما ننقل نزاكل الموضوع اللي على القناة ونكتبه نعمل خاتمة ليمين see you soon وبعدين yours يعني المخلص yours وطبعا الاسم اللي هو مين علي طبعا الاميل ده موجود معنا على القناة هو معنا باراجراف ولكن البراجراف يكتب فيه الجزء اللي احنا يتفترقناه في النص to طبعا زي ما احنا شايفين شكل الاميل to وبعدين from وبعدين subject اللي هو الموضوع بتاعي طبعا يريد يكونوا منظمين تحت بعض النقاط وبعدين نبدأ ب دير ياسر يعني عزيزة ياسر i am happy to send you this email انا سعيدة اني ببعث لك هذا الاميل how are you and your family وبعدين نكتب الموضوع بتاعنا in the following lines i will talk about edition نفس الكلام اللي عندنا فيه موضوع البراجراف وبعدين نكتب see you soon yours ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته